السلام لبناس كديري اللي بساليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن القصة ديال اليوم قصة رائعة جدا حاولوا أنكم تصمتوا الفيديو تالأخير باش تعرفوا على القصة ديال هاد الأخت لبعد حرمان تسع سنوات ربي رزقها بالدرية الصالحة وكان الأمر مفاجأة لها والزوج ديالها بطبيعة الحال درت شيء واحد فقط اللي غادي نتكرو في هاد الفيديو باش تعم الفائدة إن شاء الله باش ديما يبقى عندكم الأمل والتفاؤل وديما أقولوا بأن لا شيء مستحيل الأمر كله مسألة وقته وغادي إن شاء الله ربي غادي يرزق كل محرومة بالدرية الصالحة فقط أكثر من الدعاء والاستغفار وكذلك دعاء ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارتين وإن شاء الله ما يكون غير الخير بإذن الله بطبيعة الحال ديما ما تنسونيش من الدعوات ديالكم وبطبيعة الحال إلي عجبكم الفيديو حاولوا أنكم ديما تشجعوني بواحد اللايك وصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة ويوصل هاد الفيديو الجميع السيدات باش ديما يبقى عندهم بصيص أمل ديما يبقى ذاك الأمل اللي هو مهم بزاف لكل أخت مننا باش يبقى عندها يعني تبقى ديما متفائلة تبقى ديما فصحة جيدة وكذلك الهرمونات ديالها ما يتخربقوش لأن التوتر والضغط النفسي كيحاول أنه يلعب على الهرمونات ديال الجسم وبالتالي كيحدثو مشاكل أخرى أنت كتكوني السبب فيها بكثرة التفكير كثرة الضغط وكذلك كثرة التوتر اللي كيلعب بالأعصاب ديالك وكيأترلك على عدة هرمونات منها هرمونات الإبادة وكذلك الهرمونات المسؤولة عن الدورة الشهرية. الأخت اللي غادي نتقاسم القصة ديالها معنا في هذا الفيديو. بطبعة الحال كتقول بأنها كانت متزوجة من 13 سنة من أول سنة وهي كتمنى أنها تكون حامل وربي استجبلها وكانت حامل لكن للأسف أجهضت في الحمل ديالها الأول في الشهر الثالث وبعدها ضلت سنتين من غير حمل طبيعة الحال من اللي كتبقى السيدة سنتين بدون حمل أكيد كتتوجه المستشفيات وكتحاول أنها تقلب على السبب وراء تأخر الحمل وكذلك السبب وراء الإجهاض وبطبعة الحال كل طبيبة كتعطيها أدوية مختلفة ما عندها تشي دخل بالحالة ديالها يعني الطبيبة اللي كتمشي لها كتبقى تعطيها الكلوميد وإبار تنشيط وتفجير للبويضة بطبعة الحال تبعث عدة الطرق تبعث هذه الأدوية بدون فائدة بل بالعكس كانت تؤثر على الصحة ديالها وعلى النفسية ديالها خصوصا من اللي كتبع المدة ديال العلاج وما كيحددش الحمل من بعد كذلك تبعث الطب الشعبي تبعث كذلك أطفال الأنابيب مخلات ما دارت يعني جميع الطرق وجميع الأشياء استعملتهم هات السيدة هدي وما حددش عندها الحمل من بعد الحمل ديالها الأول حملات أربع مرات وكلها إجهادات متكررة يعني ديما كيحدث عندها الإجهاد لمدة تسع سنوات يعني كانت كتحمل وكتسقط كتحمل وكتسقط لمدة أربع مرات يعني التصافي فقدات الأمل من بعد تسعة سنوات والحمد لله على كل حال في يوم قررت يعني ما تبقى مشي تعمل شي طبيب ما تبعدت شي وصفة يعني الجاءات فقط لله بالدعاء والاستغفار نسات الموضوع ديال الحمل كليا يعني للدرجة أنها قالت الزوج ديالها إلا بغيتي تزوج إلا ما يعني ما كتافتيش بأنني ما عنديش الأولاد وعندي هذه المشاكل حاول أنك تزوج باش يكون عندك أطفال ولكن الزوج ديالها ما طوعهاش في الحديث ديالها بطبعة الحال بحكم أنهم كانت بنتهم عشرة تسع سنوات فبقى معها وبقى ديما يعني كيمشي مرافقها الجميع الأطباء اللي كتمشي لهم تهوى كيمشي معها وكيدير تهوى التحاليل دارت الأشعة بالسبغة والزوج خطى منشطات للسائل وكان كيشاركها في كل حاجة سبحان الله بعد التعب تركوا هاد الأمر لله والله كأنه يعني كتقول كأنه حلم يعني وكانت كتحلم بأنها جهى الخبر ديال الحمل ديالها يعني فقدات الأمل تسع سنوات من الانتظار ومن العذاب ومن جميع الأشياء اللي جربتهم ومن بعد من اللي تركت الأمر كله بيد الله ربي ارزقهم وجهى الخبر خبر ديال الحمل ديالها سبحان الله بعد تسع سنوات من التعب بعد هاد الأجهادات المتكررة بطبعة الحار ربي ارزقهم على الصبر ديالهم على المجهود اللي كانوا كيقوموا به وكذلك على اليقين ديالهم في الله بأنه كل شي بيد الله بطبيعة الحال هو اللي غادي يرزقك الدرية الصالحة رزقهم بعبد الله والعمر دياله كتقول الآن ثلاث سنوات وستة أشهر ربي ارزقهم بعبد الله من غير ولا علاج يعني من غير أي حاجة لدرجة قبل ما أنها تحمل بعبد الله يعني الدكتورة قالت لها مستحيل أنك تحملي من غير هرمونات أو منشطات يعني هذا هو كلام الأطباء إما الهرمونات إما المنشطات ديال الإبادة باش زع ما كتتخرج لك عدة بوايضات في الشهر وكي يكون هناك حدود أوفر لحدود الحمل بطبيعة الحال أن المنشطات كتكون كتجيب نتيجة إيجابية مع السيدات وبعض السيدات ممكن أنها ما تعطيش نفس النتيجة وكي يبقى هنا الأمل كيتفقد وكذلك ثقة بالطبيب كتفقد وكذلك السيدة كتسبهور الحالة النفسية ديالها بالخصوص وكذلك الصحة ديالها والهرمونات ديالها كل شي كي يقول لي غير يعني ماشي في محل وخصوصا أنها جهتها كيوس بفعل أنها كنت كتأخذ المنشطات عدة مرات فقالت أنها مستحيل تحمل يعني الطبيبة أكدت لها هذا الأمر مع الأسف مجموعة من الأطباء كي يحاولوا أنهم يفشلوا المريضات ديالهم كي يحاولوا أنهم يبيعوا الأدوية كي يحاولوا أنهم يديروا الخدمة ديالهم يعني كي يقولوا بأننا إلا ما أعطيناش الدواء رمشي أطباء فهذا هو الغطاء الكبير اللي كيديره الأطباء يعني ممكن سيدة تحمل بدون منشطات وكيندوا يعطوها المنشطات وبالتالي كتقدر تسبب لها المنشطات تكيس في المبيض بل وربما استطارة المبيض وبالتالي تأخر في الإنجاب اللي كيبقى عدة سنوات متأخر باش كيدزوا المرحلة الأخرى اللي هي أطفال الأنابيب أو الحق المجهري بطبيعة الحال مشيق على الأطباء ولكن الأغلبية ديالهم بمجرد ما السيدة تجلس أمام الطبيب كيبدأ يكتب لها في الوصفات الطبية اللي كتكون عبارة عن هرمونات وعدة أشياء اللي كتأثر على الصحة ديال السيدة بطبيعة الحال كين هناك حالات اللي خصهم ياخدوا المنشطات وحالات أخرى اللي ما كتستدعيش أبدا أخذ المنشطات بل خص السيدة تصبر وممكن أنها تدير وصفات يعني بسيطة لطبيعية اللي ما تأثر لهاش على الصحة ديالها ويحدث عندها الحمل بسرعة بطبيعة الحال حملات هاد السيدة وهي ما عرفاش بأنها حامل يعني صدقوني هذا الأمر هذا كيحدث وجهها نزيف في الحمل ديالها مدة ثلاثة أشهر يعني ثلاثة أشهر كان عندها واحد نزيف وهي ما عرف بل هاش أنها حامل كل مرة كتقول بأن هاد النزيف را ممكن يكون إما لخبطت دورة أو يعني مشاكل في الهرمونات ذاك شي باش كي جهها هاد النزيف ما جاش في بالها واحد في المية أنها حامل تعبات يعني تعبات واضطرت أنها تروح للمستشفى وأول مرة أنها تدخل عند الدكتور ديال الأسنان ويسألها يعني واش أنت حامل يعني كانوا الأسنان ديالها كي ألموها ومشات عند طبيب الأسنان باش يعني تعالج المشكلة ديال الأسنان ديالها والطبيب ديال الأسنان قال لي هاوش أنت حامل ولا لا بطبيعة الحال غايسول هاد السؤال على حساب البنج يعني باش يعطيها البنج الموضعي أو لا أو لا في حالة الحمل قالت له لا أنا ماشي حامل بطبيعة الحلقة لها أنا ما نقدرش نستخدم البنج أو ندير لك شيء أي حاجة لحد أنك ما تتأكدي واش أنت حامل ولا لا مشات على ود هاد الأساس أنها باش تتعالج الأسنان ديالها وسبحان الله مشات دارة تحليل ديال الحمل ولقات بأنها حامل حدثات المعجزة يعني ما قدرتش ما قدرتش أنها تستحمل هذا الخبر هذا نفجرت بالبكاء يعني والدموع في العينين ديالها بطبيعة الحال سبحان الله كانت المفاجأة ثلاثة أشهر وكانت كتعاني من نزيف وما كانتش عارفة رأسها حامل وتبين أنها حامل فكنقول لها ألف مبروك على الحمل ديالها وشكرا لها على القصة اللي تقسمتها مع الأخوات ديالنا باش يبقى ديما عندهم الأمل والقناعة بأن كل شيء رزق من الله إحنا فقط كنسببوا الأسباب ولكن التوكل على الله كي يبقى هو الأساس كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى نكون فيدتكم ونتمنى أنني نكون قدمت معلومة فدت الأخوات ديالي علش الله ونتمنى تكون في الميزان ديال الحسنات ديالي وشكرا لكم على الحب ديالكم والتتبع ديالكم للفيديوهات إلا أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال خليوا لي واحد اللايك